ثلاثة وفي الخفاء أكثر فعلوا أسوأ مما حدث في الجاهلية فالوأد والضرب والتعذيب كل هذا كان سهلا أمام خبر صاعق هز العراق كما تهزه الأحداث الدموية التي تنفذها أياد تنتهج شريعة الغاب على يد ثلاثة ذئاب لم تعد نورزان موجودة بعد اليوم ضحية للتحرش والاختصاب ثم القتل عشرون عاما شابة بعمر الورد هكذا غرد الناشطون وصرخوا عبر منصات التواصل الاجتماعي نورزان الشمري تطعن من قبل ثلاثة رجال والمصيبة أنهم صنفوا كرجال لكنها حال لا يقبلها العراق لا رجولة ولا مرؤة فكانت التغريدة سلاح طعن في جسد الطاعن ومطالبة عاجلة طالب بها جموع الناشطين للحكومة بعقوبة رادعة تنهي سيل الدم الحالثة نفذت قرب جسر الجادرية وقبلها نطقت نورزان دون مجيب بشعورها متعبة مما يدور حولها غير آمنة على نفسها قتلت مغدورة مختصبة رغم أنها كانت يتيمة الأب 77% من نساء العراق يتعرضن لقتل حياتهن موتا أو قهرا والكارثة اليوم توثق على الملأ جريمة بحق الإنسانية عادت نورزان تذكر بها فهل من مستجيب؟ 9 مستجيل 10 مستجيل أ eventنات 1 مستجيل 10 مستجيل 11 مستجيل 11 مستجيل 12 مستجيل شكرا